السلام عليكم شاهدين الكرام مرحبا بكم معايا في الفيديو الجديد اللي درتوه خصيصا الجواب بعض تساؤلات ديال بعض المشاهدين في تعالق اللي كيستفسروا على كيفاش الميساج ديال طالب مرفوض بيانات البطاقة الوطنية اللي تعرف غير صحيحة وخضرتوا حال فيديو سابق عليها ولكن ده بغضي نشرح بتفصيل الموميل كما تقولو قد نشرح مزيان شنو كتعني بيانات البطاقة الوطنية اللي تعريف غير صحيحة إذن بيانات البطاقة الوطنية غير اللي تعريف غير صحيحة كتتعلق بهد الخائل يعني المرحلة اللولة ديال يعني تعمار ديال استمارة ديال استفادة اللي في المرحلة اللي مكتوبة فيها بيانات شخصية لصاحب الطلب هاد المرحلة كتتكون من الرقم بيطاقة الوطنية اسم العائلة بالفرنسية والاسم العائلة بالعربية والنوع وكذلك تاريخ الازدياد وعدد الافراد والعنوان يعني هاد المعلومات كاملة اللي كينا في البطاقة الوطنية في لكاتنا سيونات هاد المعلومات كاملة ديال بيانات شخصية صاحب طلب كنعمروها من البطاقة الوطنية باستثناء العنوان العنوان كنديرو العنوان اللي سكنين فيه الى كان هو اللي في البطاقة الوطنية راه تيبقى هو هادك الى ما كانش الى كان الانسان تحول كنديرو العنوان اللي سكنين فيه حاليا اذا كيفاش اه بعد اخطاء كتجي كيلي كيدير رقم بطاقة الوطنية لتعرف خاطئة وكيجي هاد المساج هذا ديال طلب مرفوض بيانات البطاقة الوطنية لتعرف غير صحيحة كيلي كيدير الاسم العائلي بالفرنسية والاسم العائلي بالعربية كيلي كيس حابو غادي يدير الاسم الشخصي في الاول وفي التاني كيدير الاسم العائلي او تيقلبهم تيدير الاسم الشخصي اذا الاسم العائلي هاد ينعودو جوج مرات المرة الليولة هنا بالفرنسية وفي المرة التانية بالعربية كذلك النوع نوع ديال الجنس الانسان مخصوش يخطأ اما يدير ذكر ولا انت وكذلك تاريخ الازدياد مخصوش يكون فيه خطأ عدد افراد الاسرة هدي يعني ما كينش في البطاقة الوطنية هدي غادي نستثنيوها والعنوان العنوان الى كان هو اللي في البطاقة الوطنية هو اللي ساكنين فيه مخصوش نخطئو فيه كذلك بالنسبة للجماعة الجماعة او المقاطعة العمالة المنحقة الادارية مخصوش نديرو خطأ فيهم قس نديرو كما هوما العنوان كيبقى على حساب فين زاكنين حناية اذا هاد الميساج او الرسالة النصية اللي كتجيل بزاف دي الناس طلب مرفوض بيانات البطاقة الوطنية اللي تعرف غير صحيحة راه ما كيشملش فقط رقم البطاقة الوطنية راه كما قلت لكم كيشمل هاد يعني هاد الفقرة اللولة كاملة دي البيانات شخصية لصاحب الطلب الى كان شي خطأ فيها راه كيقولك بان بيانات البطاقة الوطنية لتعرف غير صحيحة اذا ردوا البال ومن بغيوا نعمروا نحطوا البطاقة الوطنية حدانة وننقلوا دك شي كما هو ما نخطئوش الرقم بطاقة كما هو الارقام هي هادي كمتسلسلة والحرف ماجيسكيل يعني كبيرة مش صغيرة اسم العائلة راه دي ما كيكون ماجيسكيل كيكونوا حرف كبار بالفرنسية وبالعربية راه كيما هو غدي نكتبوه بالنسبة لتاريخ الزدياد نقلو حتى هو كيما هو وبالنسبة للعنوان راه العمالة كينا في القائمة نختاروه الجامعة ومقاطعة كذلك والملحقة الادارية حتى هي مهم نتأكدوه ونسولو فين حنا يا لي ما عرفش هنا غادي يمشي يعني العقود زدياد غادي يشوف يقرأهم الفق راكين العمالة وكي الجامعة او المقاطعة وكي الملحقة الادارية من هنا غادي ياخد هاد المعلومات هادو باش ما يخطأش والعنوان غا نديرو العنوان اللي احنا ساكنين فيه يعني مشي ماختناش نديرو اللي فلاكات ناسيونال ولكننا تحولنا منه فهذا هو الجديد اللي بغيت نوضح ليكم مشاهدينا الكيرام كنا نتمنى انني نكون جاوب لكم على الاسئلة اللي كنتسألوا عليها ويعني وحيت لكم كثير من الشوكوك وكنتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هاد الرسالة النصية اللي جات البزاف ديالناس والاغلبية يعتقدوا بان هاديك تتعلق فقط بالرقم البطاقة الوطنية للتعريف ولا كيرا هاك تتعلق بهذا البيانات شخصية لصاحب الطالب كاملة يعني هاد المرحلة اللولة ديالتعمار كاملة كيكون فيها شي خطأ خسنا نعاودو نتسجلو ليجا هاد الرسالة يعاود يتسجل من جديد كي يعاود يملأ يعني الخانات كاملين من الاول كاملين حتى الاخر حتى كيوصل للاخر اللي هنا هاد الرقم ديال كلمة تحقق وبالتالي كيضغط على تسجيل الطالب وكي تسجل ده براه ما ما بقش دك الضغط لي كان في الاول راه دغية غدي تسجل ونتمنى التوفيق للجميع وبسلام عليكم وكان قول الناس لي ما زال ما اشتركوش معايا اشتركو ويدلوا لي اللايك يكتروا من اللايك باش يوصل للفيديو الاكبر عدد من المشاهدين وبسلام عليكم الى فيديو اخر باذن الله